اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اكد سموه على اهمية تضافر الجهود والتكامل والتنسيق بين المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب وباقي الجهات الرياضية الاخرى من اجل الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي عبر سلسلة من المبادرات والخطط والبرامج التي تواكب التطورات العالمية وتحقق المزيد من الانجازات النوعية واشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة باهمية البناء على ما تحقق من انجازات بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عبر رسم السياسات العامة والخطط للقطاعين الشبابي والرياضي ودعم سموه اللامحدود ومواصلة العمل من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات بدورهما اعرب كل من سعادة السيد ايمان بن توفيق المؤيد وسعادة السيد روان بتنجيب توفيقي عن بالغ شكرهما وتقديرهما للاهتمام الكبير الذي يليه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالقطاعين الشبابي والرياضي ليؤكد مضيهما لتنفيذ توجيهات سموه لاطلاق المزيد من المبادرات التي ستسهم في تنمية هذا القطاع لرفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الخارجية ترجمة نانسي قنقر